بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه الحلقة موضوع هام جدا ورد فيه ربما مئات وربما آلاف الأسئلة عن موضوع الوضوء وطريقة الوضوء وهل يجوز مسح الرجلين ومسح كذا وإلى آخره كلكم عارفين هذه الأسئلة وهذا الموضوع طبعا هذا الموضوع هام جدا لأن الصلاة لا تصح إذا لم يصح الوضوء والصلاة هي عماد الدين لذلك الموضوع هام جدا فالوضوء هو موضوع هام جدا في قضيتين أساسيتين طبعا علينا أن ننظر باللغة العربية وبشكل هادئ إلى موضوع الآية الكريمة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هاكم الها عليها فتحة وليس كسرة لم يقل وجوهكم قال وجوه هاكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ما قال برؤوسكم فالسين عليها كسرة إذن فاغسلوا وجوه ها وأيديا وامسحوا برؤوسكم المهم هو قال وأرجو لكم إلى الكعبين لم يقل وأرجو لكم إذن نلاحظ الوجوه والأيدي بالفتحة اغسلوا وجوهكم وأيديكم امسحوا برؤوسكم نأتي قال وأرجو لكم فالأرجل معطوفة على الوجه والأيدي بالفتحة وطالما الوجوه والأيدي خسل فالأرجل تغسل خسل لو قال أرجو لكم أوكي معكم الحق مسح إذن امسحوا برؤوسكم وأرجو لكم فالأرجل بالفتحة معطوفة على الوجه الذي يغسل والأيدي التي يغسل الخلاصة الخلاصة لكي لا نضيع الأمور الوضوء كلمتين الجلد يغسل والشعر يمسح الجلد يغسل لا يوجد جلد يمسح الجلد يغسل والشعر يمسح بكل هذه القضية لذلك يجب غسل الأرجل وليس مسح الأرجل ارجعوا إلى الآية الأرجل معطوفة على الخسل اغسلوا وجوهكم وأيديكم المسح رؤوسكم فعلا لو قال تعالى وأرجو لكم اللام عليها كسرة نقول أوكي معكم الحق الأرجل تمسح لكن الأرجل تغسل لأنها معطوفة على الوجه واليدين إذن الوضوء له قضيتين أساسيتين إزالة كل الشحنات الكاملة الكهربائية التي تسبب توتر وضغط على الأعصاب ثانيا الوضوء له قضية أساسية لكن معظمنا لا يطبقها هناك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة وهذا الهدي النبوي الهام أن الإنسان إذا شعر بحالة ضغط عصبي بحالة استرس بشيء من التشنج من الغضب قال صلى الله عليه وسلم عليه أن يتوضأ وإن لم يكن للصلاة وإن لم يكن في وقت الصلاة يذهب كل هذا الضغط النفسي ويريح الأعصاب لأنه إذا لاحظتم على الوضوء ما هو الوضوء هو إيصال الماء إلى نهايات الإنسان الخمسة لذلك الإيصال الماء إلى نهايات الإنسان الخمسة لكن هناك دوما أمور طارئة وأمور نادرة وبالفقه الإسلامي النادر لا يبنى عليه حكم يعني الصيام لم ينزل إلى المسافرين المسافر حالي استثنائية لم ينزل الصيام إلى المرضى شافاهم الله قال من كان منكم مريضا أو على سفر إذا نازي حالي استثنائية لا يبنى عليها الحكم لكن إذا إنسان يلبس حزاء وصعب خلع الحزاء وعنده مشقة في مسح الحزاء هذه حالة استثنائية قال عليه أن يمسح الحزاء لكن لا يبنى عليها الحكم أن الأرجل كلها تمسح ففي الفقه الإسلامي الحالات الطارئة أو النادرة لا يبنى عليها الحكم الإسلامي أو الحكم الشرعي فالحكم الشرعي أن تغسل الأرجل لكن في حالة استثنائية جدا جدا المسح على الخفين إلى اللقاء اشتركوا في القناة